موسيقى بها الفقرة ومشاهدينا ضمن برنامج على الموعد رح نكون عم نضوي أكتر عن الندوة المخصصة لعرض ومناقشة وثيكة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك اللي توقعت بين البابا فرانسيس والشيخ الأزهر أحمد الطيب واللي نظم مركز تموذ بالتعاون مع رئيس أنتش جبال الأب سمو عبود مع دكتور كلود مرجي عضو الهيئة الإدارية بمركز تموذ للدراسات والتكوين على المواطنية تحية لإلك دكتور وشكرا للقلب لو وجودك معنا اليوم شكرا لعلم دكتور نحن أكيد بدنا متشوقين تنعرف أكتر عن مركز تموذ وعن كل نشاطاتكم للمشاهدين اللي بعد ما بيعرفوا بالبداية عارفينا أكتر على هالمركز وكيف تنشاطاتكم وأعمالكم مركز تموذ للدراسات والتكوين على المواطنية تأسس سنة 2019 من مجموعة أكاديميين وباحثين وبكل فخر واعتزاز هن من خرجي المعهد العالي للدكتور أبو الجريم على اللبنانية هدفه مثل ما عنوانه دراسات وتكوين على المواطنية فنحن منقوم بحلقات دراسية بورش حوار ونقاش مؤتمرات ندوات وطبعا منشارك بمؤتمرات دولية وإقليمية كما أنه نحن بس نعمل ورشنا كمانا ومؤتمراتنا بتكون بالتنصيق أوقات بتكون على الصعيد إقليمي أو دولي يعني منستضيف محاضرين وأكاديميين من خارج لبنان الهاجس الكبير طبعا هو كيف منكون مواطن والعناوين الثانية اللي بتندرج تحته هي الدولة المدنية حقوق الإنسان طبعا نحن لتكون مواطن نحن ضمن حقوق الإنسان هيدا شي بيتطلب إنك تتناول القضية بكل جوانبها مشان هيك نحن عنا دراسات على صعيد كل العلوم الفلسفة الاقتصاد البيئة السياحة الاجتماع ومنستضيف كل الاختصاصات وفينا نعتبر إنه اليوم صار عنا بقاج كبير من المحاضرين والأكاديميين اللبنانيين العرب وغير العرب يلي إجوا حاضروا عنا وقدروا وصلوا أفكار تصب ببناء المواطن لحضور طبعنا يلي حاليا من حول السنتين صار 70% منه من طلاب الجمعة اللبنانية قدي حلو قدي حلو تنشئت اليوم الجيل الجديد على الوعي على أهمية المواطنية بكل معانيها على أهمية التحلي بالمسؤولية على أهمية التقبل الآخر تنقدر نستمر بهذا البلد المتعدد التواقف وحتى متعدد باليعني مش بس بالتواقف في عنا أرمن في عنا أشخاص مختربين عنا بالبلد يعني قدي مهم اليوم تقبل الآخر بكل اختلافاته هذا الشيء كتير مهم موضوعنا لليوم هي هالندوة البالغة الأهمية اللي بتصب بهذا الإطار خبرينا بالبداية دكتور كيف أجت الفكرة بتنظيمه من وقت ما تأسس مركز تموز بال2019 وتأسس أشهر من بعد ما توقعت وثيقة الأخوة الإنسانية بين بابا فرانسيس وشيخ الأزال أحمد الطيب لما بصلب أهداف مركز تموز نحنا إذا بتقري الهدف الخامس هو وثيقة الأخوة الإنسانية يعني هي بتصب من ضمن أهدافنا لأنه نحنا منعتبر أنه هي أساس للتنشئة لتنشئة هالجيل الجديد فينا نعتمد على هالوثيقة بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونحنا من وقت ما أطلقت هالوثيقة نحنا عم نشتغل عليها من ضمن ورش عملنا ولكن للأسف ركزنا أكتر لأنه حسينا الوثيقة ما أخدت حقها لا إعلاميا ولا أخدت مديها هلأ ما نعرف شو الأسباب لذلك نحنا كنا أول المبادرين بمركز تموت لإقامة مؤتمر دولي 26-27 أب 2022 كان عنوانه وثيقة الأخوة الإنسانية الدين في الفضاء العمومي نعم هالورشة شارك فيها أكاديميين وباحثين من فرنسا من تونس من العراق ومن لبنان ومن وقتها وطبعا طلعت بتوصيات كتير مهمة ومن وقتها بجون مركز تموز بشخص رئيسه دكتور عكرة على عدة مناطق بلبنان صلنا عرضين الوثيقة ومنقشينا مع ببعلبك مع مجلس الثقافة ببعلبك ببيروت بترابلوس بعكار ومؤخرا نبيرحا كنا بجبيل بأنطش جبيل بالتعاون مع بيرسي معبود رئيس الأنطش وقاب الدكتور هاني مطار يلي هو مسؤول عن التنشئ الليهوتية بالأنطش كيف كان الحضور دكتور مين كانوا المشاركين والمحاضرين أيضا وكيف حسيته تفاعل الموجودين معكم ومع هالموضوع اللي عرض الوثيقة هو دكتور عكرة طبعا كان في كلمة لبيرسي معبود بإسم الأنطش ترحبية وكلمة من القلب روحانية وكان في كلمة للمركز تموز وأدار الجلسة برهاني مطار ولكن العرض كامل كان من دكتور أدميس عكرة اللي بيتناول فيها الوثيقة وبيربطها بأن هي مدخل لبناء مواطن ومدخل لنصال لدولة المواطنية اللي كلنا منحلم فيها الحضور طبعا كان طلاب الليهوت وكانوا أبناء الرعية في هالمرحلة وقريبا إن شاء الله بس يقلص للصيام طبعا كل التواقف يعني هن جيين وراء بعضهم الكاتوليك الموارنة المسلمين بكل طواقفهم بعدين الأورتوديكس إن شاء الله رح يكون عنا ندوة خاصة عن وثيقة الأخوة تنعرض وتتناقش مع مسؤولين مدارس بيج بيل ولجان الأهل يعني المعنيين بالتربية لأنه هن من بعد رجال الدين ونساء الدين هن المعنيين أكتر بإيصال هالوثيقة محل ما لازم تصال للتنشيح هل فيه إشكاليات معينة انطرح الدكتور كلوت خلال هالندوة؟ إشكاليات خاصة مع وضع البلد حاليا والتحديات اللي عم نقطع فيها يعني نحنا فينا نقول إنه لما بنعرض الوثيقة بنعرضها من الناحية السياسية اللبنانية مش من الناحية الدينية لأنه نحنا الإشكالية الكبيرة في لبنان هو نظامنا هل نحنا قادرين نزال للنظام المدني اللي مؤخرا كلهم نطالبوا فيه؟ إذا منرجع من تأسيس لبنان من العشرينات من سنة 43 كل الأنظمة اللي تبعناها نحنا ما وصلتنا بس وينا نحنا اليوم ما وصلتنا حتى للمواطن يمكن بدستورنا منحس إنه نعم في حرية تعبير بالدستور الحق المقدس بس تقري نصوص الدستور والمواد بتفكر إنه نحنا فعلا بنزام ديمقراطي ولكن بس تصالع المادة التسعة منلاقي إنه على التواقف هي تنصف قوانينه يعني عم تنسفي كل ما هو يمت إلى المواطن وحقوقه لما المواطن مش هو مصدر السلطة مش هو بنص قوانينه ما بعد فينا نحكي عن المواطنية أو هون منحكي عن المواطنية الناقصة بالوقت ياللي الوثيقة بس تنعرض بتركز كيف ممكن نصال للمواطنية الكاملة وبهذا الحالة اليوم شو التوصيات والنتائج اللي خرجت أو توصلت لإلى هالندبة هل في حلول هل في رؤية لبعدين يمكن أهم نقطة بتنبحث بالندوات يلي عم نعملها وعم يعرضها دكتور عكرا هي إنه نوصل إنه الدولة المدنية أو دولة المواطنية بالتحديد لا تتعارض مع الدين وأخلاقية الدين يمكن هون الإشكالية في لبنان هل نستطيع أن نفصل الدين عن الدولة ومنحسهم من بعد دستور الطائف بينحكي كتير عن مش فصل الدين عن الدولة ولكن الغاء الطائفية وبدو النظام مدني أكتر طيب هل هالشي قدرنا تطبقني لحد اليوم ما قدرنا تطبقني بالوقت يلي هالوثيقة بداخلها بين البابا فرانسيس وشيخ الأزهرية اللي هنه أكبر مرجعيتين دينيتين وبمثله شريحة كبيرة على هالكون هنه حكيوا ببند من بنود وتوصيات هالوثيقة أهمية إنه نبني مواطن كامل ومن هون بالندوات والحوار والنقاش نقدر نربط كيف هالوثيقة من خلال هالوثيقة واعتمادها نحن قادرين نحل مشكلتنا بلبنان بنظامه بيعتمد بيصير نظام بيحترم المواطن ولكن لا ينفصل عن الدين بهالحالة نحن قادرين نستخدم الدين بمعنى المصطلح استخدام الدين لخدمة المجتمع مش العكس وما نخاف إنه إذا رحنا على دولة مدنية أو دولة مواطنية فيها حرية فيها حرية الآخر المطلقة إنه نحن نكون عم نخالف أخلاقيات الدين لا أبدا هنه بيكملوا بعضون لبل بلبنان بالتحديد لأنه نحن مجتمع طواقف نحن ما فين نطلع من هالفكرة نحن ما فين نقول بلبنان نحن الطائفة مش جزء أساسي من تكبيننا وبالتالي من خلال هالوثيقة من خلال ربطة بأسس المواطنية نحن قادرين نتكامل فيها وهي تكون ببنودة للتلتعش بالآخر إنها تكون خريطي الطريق لتلتعشر صف بالمدارس يلي منتبعون وقت نحطه أولادنا بالمدارسة أولادنا بيمضوا تلتعشر سنة إذا كل سنة أخدوا بند من هالبند وقدروا المدارس بإطار الأكاديمي المتخصص يعلموا أولادنا بند مننا كل سنة يخدوه نحن منوصل للجيل بعد الثلتعشر سنة فعلا قادر يبني مجتمع مسالم بلبنان ونعيش مع بعضنا بإحترام واحترام حقيقي مش مبطن لأنه اليوم بس نطلع على التعليم الديني بنشوف إنه بس يفوتوا على التعليم الديني إذا كان إسلامي بحطوا المسيحيين بره وإذا كان مسيحي بقولولنا المسلمين طلعوا بره طب نحن من صفوف للصغيرة عملنا شيء أولادنا على التفرقة وعالتفرقة بناءا على الدين على التعليم الديني هيدا أكبر خطر هيدا اللي الوثيقة ومن خلال عرضنا لإلا وربطة بأهمية بناء المواطن من خلال هالوثيقة نحن قادرين نبني جيل بالمستقبل فعلا وبصدق قادر يتعايش مع بعضه ويبني مجتمع مسالم في لبنان ودكتور خاصة نحن بمجتمعنا وعن جد مظبوط أنه كل شيء ممنوع مرغوب اليوم وقتا عم نجي نضغط أو نمنع بطريقة معينة باسم الديانات أو نضغط أنه مفروض أنتوا تتبعوا هيدا الشيء بالقوة الإنسان لا إراديا بيصير يفك الكيود اللي هو عايش فيها أما إذا كان هيدا الشيء اختياري رح يكون معلق فيه أكتر وأكتر أنا هيدا وجهي تنظري حيكون معلق هو بجذوره وبدينه لأنه هيدا الشيء هو ربع عليه بدون ما يكون هيدا الشيء مفروض عليه بالقوة يعني فهيدا الشيء اللي يمكن لدي من نشق الجيل الجديد عليه ما في شك أنه الوثيقة والندوي اللي عم نعملها بكل لبنان لحتى نوصل هالوثيقة فكرتها ومضمونة وجوهرة لا لا حتى يصير الأرثوذكسة كاتوليكة وللسنة الشيعية مثل ما قلت نحنا منربع بمجتمع والطائفة بتأثر علينا وهي جزء من شخصيتنا ولكن ما في شك أنه كلنا نؤمن أنه في إله واحد المسيحيين بيأمنوا بإله واحد والمسلمين بيأمنوا بإله واحد وعلى رجال الدين بالكنيس والجوامع أنه يركزوا على هالفكرة لحتى نقدر نقول أنه نحنا قادرين ما بعد هالسقف العالي يلي كلنا بدنا نصل له شو ما كانت الطريق بيحيال لها مذهب نذهب إليها مذهب ماروني كاتوليكي سنة درزة ما بهم كلنا وصلين لهالإله خلينا على هالأرض نشوف نحنا ما يجمعونا حتى نقدر فعلا نصل للسلام وإلا ما رح نقدر نصلوا بالطرق اللي اتبعنيها يعني الوثيقة بيحكي فيها البابا فرانسيس وأحمد طيب يعتبروها دليل للأجيال القادمة دليل لإلون تأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك النعمة الإلهية الكبرى التي جعلت من الخلق جميعا أخوة إذا بس اعتمدنا على هالجملة نحنا قادرين تحتها نعمل مناهج كاملة لثلاث عشر سنة ما هذا اللي بدي أقوله إذا منشوف بخينا الإنسان سورة الله لو شو ما كان خينا الإنسان ولو شو ما كان انتمائه أكيد رح نكون بألف خير يعني مافيش تنرجع على مركز تموز خبرينا شوي دكتور عن نشاطاتكم المستقبلية نحنا من بعض هالندوي عنا قريبا بخمسة جمعة خمسة عشر أدار نعم ندوي عن الإيكونوغرافيا بالكنيسة المارونية وبالتحديد رح نحكي عن تاريخية أيقونة البشارة مع الأب المتخصص الدكتور يوسف متا ورح تكون عم بترفقنا سيدة متخصصة بكتابة الأيكونوغرافيا مارتين بوتروس هيدا هدف الندوي بها التاريخ لأنه قريب على خمسة وعشرين أدار يلي هو اليوم الوطني الجامع عيد بشارة مريم يعني لنذكر أنه في مجموعة بالألف وستة اشتغلت لحتى تعمل من هالعيد عيد وطني واحد لأنه كلنا نقمن ببشارة مريم بكل الطواف بالألفين وعشرة أقرتها الحكومة اللبنانية كاتر خرق الله فينا نعتبرها هيد نعمة واليوم كلنا بخمسة وعشر شهر بكل لبنان بكل طوافنا رح نعيد عيد عيد بشارة فعادة بيكون في عيد مركزة تعملها المجموعة يلي هي معا حول سيدتنا مريم ويلي مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية هو جزء من هالمجموعة فعم نحضر للعيد المركزي بخمسة وعشرين ولكن هالسنة طلعنا بفكرة أحلى يلي هي على عظمة هالعيد وأهميته بلبنان لأنه بيشمع كل الطواف لازم نعمل بكل المناطق اللبنانية احتفالات فبجبال نحن اعتمدنا نحكي عن آيكونة المشار ونعرف الناس على الإيكونوغرافيا كعلم كفن كثقافة دينية حلو قدي حلو موفقين بكل نشاطاتكم اللي هي فعلا بالغة الأهمية وأنا بختم هالفقرة دكتورة للأسف بدي هيكي مني كتواجهي لنا كلمة أخيرة لكل المشاهدين اليوم اللي عم يتابعونا عبر مريم تي في تكوني عم تقليلنا فيها وتواجهينا اليوم بظل هالتحديات اللي عم نعيشها بلبنان يوميا إن كان حروب إن كان مشاكل اقتصادية مشاكل يومية قدي اليوم مهم إنه نكون عم نتحلى بهالعيش المشترك بهال بهالروح الإنسانية تجاه الآخر قبل كل شي إذا بدنا نعيش بسلام يلي هو مطلب كل العالم نحنا بدنا نكون مواطنين وحتى نكون مواطنين دور الدين والطايفة مهم باللبنان ما فيه لن نطلع مننا أنا بطلب من الناس إنه حتى وقته بيكونوا بالأماكن الدينية كانت مسيحية ومسلمية وبحسوا إنه الشخص المسؤول إنه هو إليه الدور الأكبر عم يتوجه بأي حس تفرقة يعارضوا يرفضوا الناس بدت تتحرك إذا ما تحركت نحن بها ونبلش كل واحد من نفسه ونحن بمحيطنا نقبل إنه مضطرين نعترف بها الآخر لأنه لأنه إحنا وإيه بتجمعنا كتير أمور الآخر المختلف طائفيا نعم بحكي باللبنان إنه هاي أشكاليتنا بنظامنا وبحياتنا اليومية الاعتراف بالآخر اعتباره أخ وأخت تحت هالعنوان الكبير تحت هالقيم الكبيرة في كتير قيم كلنا منتحلى فيها بس عنا نرجع نشوف كيف فينا نعيشها بيوميتنا بمحيطنا القريب ونأثر فيه على الآخر طبعا دكتور كلود مرجي عضو الهيئة الإدارية بمركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية تحية لقليك وشكرا من القلب لوجودك معنا اليوم نحنا نشكركم ونشكر على كل نشاطاتكم اللي عم تعملوها بها الخصوص شكرا مشاهدينا نحنا رح نتوقف لبريك صغير ورح نرجع نتابع مع فقراتنا وجوفنا فخليكم عم بتتابع ومريم تدي